أو المهناء ربما نكون مقل فهمش في المهناء ما قررتش مزيان نعاود نقرار ربما شو كيدير الصحافي مكي توصل مكي تحرى في عندما يتحرى الجيل المعنية وهو الوزير كالعيد ما كي يجاوبنيش صور بغي يجاوبنيش وفي المحكامة ما غي يجيش جوجه كويش ما غني جاوبك الله لا خارج المحكامة لا داخل المحكامة ولا لا لقيت إليه والمسطرة تواجهية وشكين شيء أترى اللي سلام عليكم هذا الفيديو قررت باش نديره بكل صراحة باش يكون تحسيسي على مدى خطورة صراحة طلاب كل بهذا الموضوع اللي بكل صراحة آثار الانتباهاتي علي مؤخرا كنت نتبع على الأحداث اللي واقعة مبيل المهداوي ووزير العاد الويبي أنا شخصيا كانت تفق مع المدوخ في بزاف دي الأشياء ومن بين هذا الأشياء مثلا في هذا الفيديو اللي با قد ندر عليه فيديو تحسيسي وكانيش أشياء مثلا ويبي اللي با قد نتبع على الأشياء كانت تفق معنا بزاف دي الأشياء كانت تختلف معها فيها بحال كيف ما كانت تختلف مع المدوخ يعني بمشي أننا باش نحازو تجاه واحد الشخص وليش على بحلقة مشكلة اللي عندي أنا وأنه بقو صراحة طلاب مواطنة اللي كي يحس بأنه أنا كشخصك مواطنة مغريبة كان نحس باللي هذا الشي اللي دعوالي المهداوي واللي وقع في هذه المحاكمات ما كانتش فيه واحدة توازن في العدالة يعني ما كانش ما كان حسب اللي كيندك توازن في العدالة يعني باش أنه وزير العلمي يجيب حتى يجلسه كم صراحة طلاب أنا هذي كنشوفها خدش الصورة جلت بالعدي وفي نفس الوقت هذي كانت تقدر تكون واحد الحاجة اللي نقدر ندير بواحد الخطوة اللي قد تتم كبيرة أنه هو وزير العلمي أمام المحكامة وكي يجيب حتى هوه وكي يترافع مع السيد اللي يجاب عليه وثائق اللي فيها بزاف جل المشاكين وكي عنده واحد المبالغ مالي ما مخلصه من 2018 إلى يومنا هذا جب دهالي وتقول لي باقي حتى ما خلصت علاج يعني منحقه للخدمات كصاحبك يجيب وأنه يجيب الأخبار اللي يكتهم شاء الله وكيدوي عليها وبقول صراحة الله أنا كان شخص مغريبي كان حيا وكان قدر على هذا العمل ليه ماشي أي واحد كي يجرى الإخوان أرى ماشي سعي وعندما قدر على هذا الفيديو كما تكون حسيسي وفي نفس الوقت كان يبقى في الحلم نرى الفيديو بحرادة ضربوا واحدة الفيديو وصلت مئتين وشي حاجة ألف مئتين وربعتصر ألف وشي حاجة أنا بالنسبة لي فيديو بحرادة كما تكون هناك مليون لايك وتكون فيديوات تحسيسية وكيدوي عليها والناس يمشيوا يحضروا للجلاسات وصراحة يناضلوا من أجل ماشية من أجله ولا تخيل معي يلوق عليك شي موش كلمة وشي وزير ولا شي واحد وشي سلطة كبيرة في البلاد تخيل معي ماشي لقى ممثدوي يصفت لك الموحابين جالوا أعطيه رغم يمكنش تخيلوا معي يلها دي ربع شهور دونالد ترامب مشال التوالي محكمة هاو ما كاتب لك واحد الجريدة اسميتها USA Today News ترامب غيلتي ترامب اصدقى ترامب اصدقى تخيل معي دونالد ترامب تباليك فصل الجريدة وكاي وكاي لقى ماشي ماشي يعرف ان يخرج في الجريدة أصدقى فصل المحكمة فيها الناس وفي نفس الوقت فيها جوجة بوليس مالور حاضرينوا لفرات الله الله أعلم تلقى مواطن عادي تكون من هناك جوجة بوليس تلقى مثل ما كان بخزيدون الاس وما كان يتأتي في الرئاسة تخيل معي ترى أن تنقى مواطن بحاجة بخزيدون لا ترى فرقة بين الدكومان هذه العادلة انا اجبت الكثير من تشوفها او لم يجب أي دولة اعتقد انه دولة اكبر في العالم لتتجد كل شي تدين له كل شي لا وذاك البرزيدون اللي تجد للعالم هو ليس تجد في الجلسة وكي تسنت لانه في الدولة عندهم القضاء فوق كل شي وخد كنت وزير العالم وخد كنت لا تجد بيزة تكون لا هادك اللي في ذلك اللحظة كيمارس العادة لا هادك ولي والطب في البلاد في ذلك اللحظة واللي بيجي النصص وبيجي كل شي وكيقرر تخيل معي شو على فرق تدير شاسع كيبقى في الحال انا بقول صراحة الله انا كيبقى في الحال انا مان بغش نشوف حال هذه الصورة اتي ميمكنش ميمكنش اتايا ما تبتشوفها ممشي اخرى ميمكنش ما عندك منادي تشوفها اجي مشي اشوف واحد الفيديو جاله ديشة في ميديئات في فرعي الله دارو وشي ثلاث سمانة هدولة اربعة وضرب مع ان نتعلب خصوص الميداوي ووارا هدرب واحد طريقة اللي غازي نوريه لكم في الفيديو وغازي نشوفه كاملين انه هن في صام فلادرة معني سكيزوفرينية فلادرة ما تكشي باش انا قررت ندير هذا الفيديو لانه صراح هذا الشائل المغرب هذا ايما كانت وخائنا في اسبانيا كين بزاف جي الأشياء اللي نقدر ندوليكم عليها ولكن كنت القراسي انه كيخصند ويف شائل المغرب اكثر اما انا كين بزاف تلحوش اللي نقدر نديرها مثلا على المشاكل اللي واقع في اسبانيا اللي يمرون فيهم في الصحراء ليس تشوفهش كمات الخسائر ومشاكل اللي واقع ولكن انا كي اممني ذا بحرية واندوى على هذا الشي هذا وغاجي مشي تسمعوا الوزر اللي عدا شنو يقول فاظد الحقائح كيا انا ادرتوا هناك نحن بلولتي لما ايضر عليها تنضيك ام كتنش فيه لكنك اللي كاتي يبديلو سيينتا يحروا ثانيا انه هو تقول لك لاذا تجيب وطائق رأيك مزيان تجاهدك واذا تقول لهم من المحكمة واذا تبتلق بيننا الجريمة هدوك الوطائق انا قد يبرر اوكو تساغل لكم لفركل سياسي طيب عندما لع دبتخيل معي او براسر تقدر انه يعلم اذا هو انا في الفيديو تشلي في مدى نرى قلو ليرى عندك محكمة مع شي حد رأى 100% تقدروا انه يعلم المدى ومكيش حد اخر وهو قال لهم اه حقار رأى قلو لك عندو في فيديو تجيب وطائق كادا يمشي ايدي اليوم من المحكمة يدو من المحكمة او شنو بغيت رأى داو ولكن باش يتواجع معك بدو كل وطائق انتا ما كيش اجلت هذه القضاء انصفك القضاء في القضاء التي رأيك اجلو دبك انتظر في الرباط مصمم على ترجو تبع قضائية لا شو ممكن ليندير واحد كي يجيب وطائق يدوزهم تيغضان عليهم تقول لك الوطائق صحة وقدمهم لقضاء والقضاء يطلع عليهم وغادي يسمى التفسير ديلي لي وسمى التفسير ديلي هو وسمى التفسير ديلي من خلال المحامد ديلي ودك ساتي قرر القضاء وإن القضاء اعتبر بينا دوك الوطائق تبت إيدانا زيلي تكسات لكل المقام لا تخشى من أن يح دبت تخير معايا هوا براسو فينايا شو تشي يقول يعني هذك الأوراق يبنت تعمى انه صح ديك الساعات ترى العدلة تدير الخدم دا وفي نفس الوقت لا تدير الخدم دا يعني لذلك الساعر لكل مقام المقام تخير معايا المهم عندي أنا من هذه الشهادة كاملة والإخوان هو أنه أتشي اللي كانت تقول في هذا الفيديو ما شفره اللي دروه أنه مارس ديك السلطة دياله ديال الوزير والمؤسف في الأمر هو أنه ديك اللي تكون مثلا قاضي بقى الحدلان ما قالش مثلا خصيجي مثلا يعني ما فرضش السيطرة دياله كقاضي في ديك اللقطة لأنه ول اللي عنده صلاحية الكبيرة واللي هو تي مارس حقوق قاضي يعني كأعلى سلطة وخيكون معايا كل غادي يكون لفوق وخيكون أخ نسل ما عشغل لي سانايا أنت يا حضر كانت يا حاجة ضدك أخوي كتحضر معا أتيت للتيمقراطية أنا إخوان وعند الأقل لدينا فرصة دعب فين أنه نمارسوا هذه الحاجة أنه تبين مغري ولا تزير خطوات نهوة التيمقراطية مشي أنه هذا اللي بمشي شغل بقارج أنا بقى نشوفه جماحنا رأسنا في الخمسينات والستينات أورا براح صراحة تيجي رأسه بحل شي حاج رأنا وزير يوم من البيت هذا رأس مويت القانون هذا القاضاء يعني أشوف الإخوان بكون صراحة لنا هذا الشيء كده رأي فراصي ولكشي باش أنا قررت نجيل فيديو باش ندوحل هذا الشيء بكون صراحة ومشي أجه وراء وراء المداوي رأي جاب دوكو الوثائق وصحاح يعني جو جلسة ولمع ثلاثة لحت الانتفاع ديالو وباقي لحت لما بيج أنه دوكو الوثائق رأي مظهورين ولمع شي صحاح ولمع ذلك شي غال لا أكمل الفيديو جالو وغادي نسمع هذا الشيء هل متعتوب بمحاكمة هذه عف خدوا منعات ثلاثة القرائية يقول السيروزي ها ثلاثة ها اللولى جميع المغاربة كتبشين ديالشيكيكي وكأجي أكد شيكيكيكي إلا السيد عبدالطيف وهبي إلا عبدالطيف وهبي فالأخرا نعجيه تقول لك أنا سيد إلا عبدالطيف علاش علاش المغاربة غسلت تفسير لا تسألوك المغاربة أجو ديالشيكي يأكدها عبدالطيف وهبي أكدها هالله هاللولى توازنه الأسلحة قاعدة تانية في المحاكمة العدي شنو التوازن الأسلحة أنت كتطرع عليها أسئلة حنا وليا كانت رافع و كانت دافع والقاضي يحكم خليني أنت نطرع عليك أسئلة حرمت من هذا الحق ما لقيتو وش تطرع عليها أسئلة وعندي وطائق وعندي صوت بغيت نتأكد إذا ضربت لي المشاكي ما أكد شي كيتو توازن الأسلحة لم يكن ثلاثة أسئلة غرق قاعدة البراء فيه عبع الإثبات وقاعدة وليت أنا اللي يخصي أنتبت وسلطة التامية اللي يخصي أنتبت صور أنا وليت كان أنتبت اللي لا يخصي أنتبت ناري يا صاحب تفيد كده الراصة صاحب تخير بقيا هوذا يجيب وطائق ولو يطلب أنه يبين وش تلك الوطائق حقيقية ولا محكامة ولا النيابة العامة ولا حتى دوك اللي تتراعفوا ولي ونخصي ما يبينو وش تلك الوطائق بقى الحدان أحسب أنا شوف هتفرش في فيديو يالو كامل من الول للخر عندي فاهم القصة كثيرة يعني ما كنش جلسة اللي بينو أنه هادش اللي دلا به هو بلي ما كنش يعني شي كينو صحيح يعني 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 هو سيدة رباري من الول يعني لاش بقى نزر ضر في المحاكم لاش إذا مثل يعني تجي لمرحلة ثانية نفاس دو ويا أش وأن هو يخص يمت المحكمة ودك الساعة يتناقش معهم على الشي اللي عند تم مياه وكيف واش نجير واش نجير وكذا ولكن هذا يلا بغينا دولة ديمقراطية توقع عادي شاعة لنوا عادي انا تدرن رأسي تدرن رأسي لأي أخوان ومش لأي شي هدر علي حتى أن كان واحد من تسري بكن خرج حال عادي عليه هو ولي بكل صراحة الله عمي بكيش وانا عادي واش انسا تقول لك اخوة صراحة لناش مجرد اه اه قال لي خلينا نعجر امور بهودو ومن تحت اه انت رأي شوفوا هادو اشياء اللي بغي مؤسفة والنا العازم نكون صراح انا يا ما قلت كنت لكم الفيديو ندرت باش يكون الفيديو تحسيسي واللي بغيت منو الناس ماشي شوفوا المهدو انو يتراف معا وهبي ولا شو عندو مشكل مع المهدو ام قلت يقول السافي او 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 مليار وده كل روان لا تشوف راسك انت كمواطن في بلاست وو ده باش انو كيف انت كمواطن يعني واحد من الناري لو سنت المحكام و جي تم اشي واحد اللي انو وصل لطولة شي حاجة غير فسك خير ما يا ده معروف وعندو راش عين ديال ودي يوتيوب وكيت وعلى هاد شي هذا الله ممسوق لي ازا اكت يقول انا روازير انت ما 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 فهمتش لحقليات المغرب اللي باقي حدام و باش تفهم لي هي يعني اشنو قل يا راس الله و يبوح يعني لك باش تكت راس كنت بلاست تخيل معي وقع لك مشكلة مع شو واحد عندو سلطة عارف باللي رمش غير تزع لك التران يعني رمش و اعلي رمش تول تول تاني حاجة يعني معمرك هذي تحس براس ك بلادك باللي رمش تقدر تعتمد على العدل في شي حاجة انا بكو صراحة لله ما فهمت انا القاضي بالنسبة ليا انا ومليك تقدس هذ الاشياء هاجيب اللي العدلة اي اسم شي في الفصل البلاد رمش ينقص فوق من صراحة لله اتخاف علي حنت اتعرف باللي راجت لما ترى قلي تتكون من حاجة راجت تغييز لك الشغل ما فهم شي انا بعد اشراح لك اتمنى اتشادي سريب واحد طريقة اللي تكون مسي انا اتش ان نقدر نقول لكم الاخوان اه اتش لو قاعدش حاجة اللي ضد الاشياء اللي تفكر في او رمي بك ارمي يمك ارمي يجب الاشي بقراش ونقص لي جي ناب صاف عش اللي كان والله حتى الاخوان نكون بقى الى يومنا في هذا الزامن اللي في الرقم معنا في اليوتيوب في سبب كل شي عارف المعلومة كل عارفين كل شي ويقدروا يقولوا اشياء بحال هذه يعني تكون شي مؤسفة صراحة الله لما لما كانت شي تسوية لتكون مزيانة اعجادة او اعمال اخوان انا بعد من سبري لماذا لن يتفقد كما قلنا احنا هذا لسنس ديال ان تلك خيدي في البلاد والعادلة لن يتفقد الاخوان رعا بزاف البلاد تكون تصور هقا تخيل ما عاد ان هذا ما يجي ما يحضر يعني بكون صراحة اتلا الاخوان انا كيف تكون كانت من هات يخرج بشي طريقة علي تكون مزيانة تتمنى ومهم تتمنى ان تتمنى منكم ان هات المرحلة التي تتمنى للسيد هذا اي واحد القدر لقبل الفيديو وان شرع معلنا واحد الشكل كبير لان كيف 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 تتمنى وفا المحن التي لازم لنا هات شدي كان الاخوان تتمنى عشي فيديو وشوف فيديو اخر لعم شكرا مع